وفي ملف يحتمل الاتجاهات أكد عضو مجلس النواب حسين السعبري وجود ملفات فساد في التعاقدات التي جرت لتجهيز السلة القذائية من قبل وزارة التجارة مضيفا أنه تم رفع الملف إلى رئيس الوزراء لما فيه من تماثل مع حياة المواطنين البسطاء السعبري أشار إلى تلك وتأخير في توزيع السلة الخاصة برمضان بالنسبة لبعض المحافظات وبغدادة وفورق كبيرة في الأسعار التي تم الإعلان عنها بالمقارنة مع تلك المتداولة في الأسواق إضافة لاستراد مواد رديئة نوعية بنسبة عالية وكان عضو مجلس النواب سعود السعدي قد حدث عن سريقة بحدود 500 مليار دينار شهريا جراء فارق الأسعار في السلة التي تتعاقد بها وزارة التجارة مع الشركات فيما تحدثت التجارة عن تضليل في المعلومات